صباحكم سعيد مشاهدين أهلا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر وكما تتبعون أسفل الشاشة في شريط الهام سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري كما نتبع في هذه الصور الأولى التي ننقلها لكم مباشرة إذن سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري إذن قبل لحظات من الآن مشاهدنا بالبوليد إذن لحظات فقط سننقل لكم صور أخرى عن سقوط هذه الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري إذن حالة هلع عاشها سكان البوليدة بالضبط مدينة بوفريك بعد سقوط الطائرة العسكرية تردنا المعلومات لحظة بلحظة بعد قليل إثر سقوط هذه الطائرة العسكرية مشاهدنا وتعود إلى أذهاننا مشاهدنا تحطم طائرة عسكرية بأم البواقي وهذا سنة 2014 الحادث الذي خلف أنذاك هلك 77 راكب وتسجيل ناجي واحد فقط إذن مشاهدنا سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري صباحة اليوم الأربعاء هذه الصور الأولى التي نوافقكم بها قبل وصول صور أخرى عن هذه الطائرة العسكرية لمعرفة نوع الطائرة هل كم من نراكب فيها نتمنى إن شاء الله السلامة لكل ركوب هذه الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم بالقرب من مطار بوفريك العسكري لحد الآن المعلومات تبقى شحيحة إلى غاية ورود معلومات مفصلة أخرى لقناة النهار كما قلت هذا الحادث المأسوي ربما يعود بنا للحديث عن التحطم الطائرة العسكرية بجبل فرطاس في أمبواقي بالضبط بتاريخ 11 فيفري إذن مشاهدين سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري إذن الصور الأولى التي ننقلها لكم على المباشر إذن الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم صور للدخان الذي تصعد جراء سقوط هذه الطائرة العسكرية إذن مشاهدين كما في الصور الدخان الذي تصعد بعد سقوط هذه الطائرة العسكرية بالبوليدة وحسب شهود عيان فإن الطائرة سقطت على مستوى طريقة سريعة الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة شهود عيان الذين رووا لقناة النهار تفاصيل تحطم هذه الطائرة العسكرية أعيد وأذكر طائرة العسكرية التي سقطت على مستوى الطريقة السريعة الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة بوليدة صبيحة اليوم مشاهدينا سنوفكم بالتفاصيل بعد لحظات صور إذن الدخان هذا ناجم عن السقوط لطائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري وحسب شهود العيان لقناة النهار الذين أكدوا بأن الطائرة العسكرية سقطت مشاهدينا في الطريق على مستوى الطريق السريع الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة صور الدخان هذا المتصاعد كما نتابع في هذه الصور بالمقربة من الطريق السريع رابط بين مدينة بوفريك والبوليدة إذن لحظات فقط بعد سقوط الطائرة نقلنا لكم مشاهدينا الصور الأولى إذن نتمنى السلامة نتمنى السلامة لكل ركوب الطائرة العسكرية إذن أعيد وأذكر مشاهدينا بالهام الذي يريدكم أسفل الشاشة إذن في سقوط طائرة عسكرية على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفريك والبوليدة صور لتصاعد الدخان الأسود ناجم عن سقوط الطائرة ونتمنى السلامة إن شاء الله لكل ركاب هذه الطائرة العسكرية إذن أعيد وأذكر مشاهدينا بالهام الذي يريدكم أسفل الشاشة سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري هذه الصور الأولى التي